دي الحلقة 148 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية جديدة الحلقة دي عايزة وضح فيها معلومة مهمة جدا لكل العملاء اللي بتستثمر في العاصمة الإدارية وبتبقى منتظرة عائد إيجاري بعد الاستلام على طول مع حضراتكم محمود كثاب استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية جديدة شركة ريل استيج جايد مبدئيا كده مفيش عقار سواء سكني أو تجاري أو إداري بيتأجر بعد الاستلام على طول وخصوصا في مكان زي العاصمة الإدارية لأن مبدئيا بيكون بعد الاستلام فيه فترة اسمها التشغيل التجريبي ودي بيبقى مدتها بتوصل من 6 شهور لسنة ممكن وخلال الفترة دي المطور أو شركة الإدارة والتشغيل بتعمل تست للخدمات بتاعة المشروع بتتأكد إنها أصبحت شغالة بكامل كفائتها من توصيل عددات الكهرباء والميا والمرافق العامة واستخراج الترخيص اللازمة طبعا للحاجات دي بخلاف طبعا الخدمات اللي بتبقى موجودة في المشروع زي الأسانسرات وسلالم الكهرباء والتكيفات المركزية اللي بتبقى موجودة في المبنى طبعا والتأكد من كفاءة أنظمة التحكم والسمارت سيستم الموجودة بالمبنى وطبعا بيكون فيه مولات بيكون فيها وسائل ترفيه معينة زي السينيمات وأماكن بيبقى فيها كيتزي إريا أو الألعاب بتاعته الكبار مثلا أو أماكن بيكون فيها سكيتنج مثلا اللي هو زي التزحلق على الجليد أو أماكن مخصصة للفود كورد فكل الحاجات دي طبعا بيطلع لها ترخيص قبل التشغيل الرسمي فطبعا كل الحاجات دي بتاخد وقت في مرحلة التشغيل التجريبي ودي ممكن بتقعد لسنة من بعد الاستلام النهائي عشان المشروع ياخد رخصة التشغيل الرسمي فده كده مبدئيا بس فمهم جدا أن حضرتك لازم تعمل في حسابك أن بيكون فيه فترة بعد الاستلام بتكون من سنة لسنتين المشروع فيها بيكون تحت التشغيل التجريبي والحد طبعا ما شركة الإدارة والتشغيل أنها تبدأ تسوق وتأجر الوحدات اللي بتبقى موجودة بالمشروع فطبعا دوت بياخد وقت مش أقل من سنة من بعد الاستلام النهائي طيب كل الفترة اللي احنا بنتكلم فيها ديت من سنة لسنتين من بعد الاستلام النهائي عشان المشروع يشتغل فعليا ويبدأ يكون فيه إجارات طيب هل بعد الفترة بتاعت السنة أو السنتين ديت اللي هي فترة التشغيل التجريبي وحدتك هنا هتتأجر على طول هو بصراحة في الغالب مش بالضرورة لأن طبعا الموضوع دوت يعتبر نسبي وبيختلف حسب كل نشاط يعني تشغيل النشاط التجاري مثل الإدارة أو مثلا الفندقي أو السكني فكل حاجة هنا بيكون لها طبيعي تشغيلها وتأجيرها وده طبعا هنا بيرجع حسب عوامل كتيرة بداية من اختيار أو حسن اختيار الشركة المطورة للمشروع واختيار المشروع نفسه المميز سواء من حيث التميز بتاعه في الموقع أو في الخدمات اللي بيقدمها وتصنيف المشروع طبعا وتخصصه حسب طبيعة المشاط اللي حضرتك بتشتري فيه وطبعا اللي بيكمل دوت هو اختيار الوحدة المميزة داخل المشروع فده طبعا بيساهم بشكل مباشر في تشغيل الوحدة وسرعة إيجارها وكمان في زيادة القيمة الإيجارية بتاعتها فطبعا دي كلها أساسيات يعني لو حضرتك بتشتري محل فيفضل رقم واحد تركز عليها هي المحلات الأرضي الوجهة اللي بتكون وجهتها على الشارع فده تعتبر أول حاجة بتتأجر في المشروع كله حتى لو الموقع بتاع المشروع أو تصنيفه ضعيف في المواصفات مثلا وطبعا لو اشتريت محل في دور متكرر يبقى يفضل إن حركة تشتري في مول شوبينج أو في مول ترفيه وده حضرتك هتلاقيه موجود في الداون تاون وفي الميجا سيتي بتاع شركة براميز وممكن طبعا بعد الاستربات مول اللي بتكون موجود على المحاور الرئيسية برضو هتكون كويسة جدا وكمان تشغيل المحلات بالنسبة للأدوار المتكررة في الأبراج السياحية أو في الأبراج اللقصات منطية البرج الأيكوني برضو تشغيلها هيكون قوي جدا بالنسبة للأدوار المتكررة بس طبعا هنا مهم جدا أنت تختار الوحدة المميزة على الفلور بلان ودائما خليك مركز على المحلات الأرضي الوجهة أو المحلات الأرضي عموما أو لما تطلع في الأدوار يبقى ركز على الدور اللي يبقى فيه خدمات مثلا لأن ده اللي بيبقى فيه عليه ترافيك وبطبيعة الحال تشغيله بيكون مضمون وفي أسرع وقت فعشان حضراتكم تكونوا عارفين كويس أول حاجة بتتأجر بسرعة في أي مشروع هي المحلات الأرضي الوجهة اللي بتكون طبعا وجهتها على الشارع فدي طبعا بتتأجر أسرع لأنها بتبقى باية عن نفسها في التشغيل وفي الإيجار وحتى كمان في عادة البيئة لأن المحلات ديت بتكون مطلوبة جدا والناس هي اللي بتدور عليها وده طبعا لو حضرتك قارنته مثلا بكمية المعروض في العاصمة من التجاري اللي بيبقى موجود في الأدوار المتكررة وبالنسبة كمان للإداري هتلاقي النسبة بتاعة المحلات ديت لا تتعدى 10% من كل الوحدات اللي معروضة للإيجار وبالإضافة طبعا المحلات ديت بتبقى مطلوبة جدا لأنها تعتبر فأميز حاجة في المشروع كله وهي المحلات الأرضي الوجهة ده حتى لو المشروع مش مميز وما فيش إيجارات في المبنى كله هتلاقي المحلات الأرضي ديت هي أول حاجة بتتأجر وهي اللي بتبقى شغالة فدي طبعا بتبقى حاجة مضمونة جدا لأي عميل عاوز يضمن تشجيل وإيجار وحدته في أسرع وقت ممكن فهنا حضرتك ركز على المحلات الأرضي الوجهة بالتحديد ودي أسعارها في العاصمة بتبدأ من 4 مليون جنيه أقل حاجة وهتلاقي طبعا مساحات بتبدأ معك من 45 متر مع أوت أريا في حدوث 15 متر في مول خدمي تسليمه بيكون أقل من سنتين وطبعا ميزانية التجاري بتبقى مفتوحة يعني لو حضرتك عاوز محل أرضي مميز في مشروع يكون مثلا حاجة مميزة ولند مارك كده على محور رئيسي فأنت عندك الأسعار بتوصل ل 500 ألف جنيه للمتر الواحد وبداية الأسعار معاك من 15 مليون فما فوق ده كده بالنسبة للتجاري فأنت عندك الأسعار بتاعة المحلات الأرضي الوجهة في العاصمة بتبدأ أقل حاجة من 4 مليون جنيه بالتقسيط على 6 سنين وتسليم أقل من سنتين وتشجيلها طبعا بيكون مضمون جدا بعد الاستلان ده طبعا لو حضرتك بتدور على تشجيل وإيجار في أسرع وقت ممكن بحيث يساعدك بعد كده فسادات جزء من الأقصات اللي عليك بعد الاستلام من الإيجار طيب نيجي دلوقتي بقى بالنسبة للإداري الوضع هنا بيبقى مختلف تماما لأنه هو متوقف على العرض والطلب على الإيجارات في المنطقة اللي حضرتك اشتريت فيها وطبعا ديت بترجع حسب معايير كتير كنت ذكرتها في الحلقة 108 اللي بتكلم فيها عن العوامل اللي بتأثر على الإيجارات في العاصمة الإدارية وكنت وضحت كمان في شرحة قبل كده أن في مناطق في العاصمة هيكون تشجيلها على المدى القريب زي الحي المالي ومحور الأمل والـ R3 ومنطقة المولات الشومنج اللي موجودة في الداونتاون وفي مناطق طبعا تشجيلها أصلا هيكون على المدى البعيد زي الداونتاون ومنطقة الـ MU7 وبعض المشاريع في الحي السكني الـ R8 مثلا فالاستثمار في المناطق ديت عموما هيكون أصلا على المدى البعيد يعني ممكن حضرتك تخلص أقصات وحدتك بالكامل ويكون لسه أصلا المشروع ما اشتغلش أو وحدتك لسه متأجرتش أصلا كل الحاجات دي أنا كنت شرحتها قبل كده شرح دقيق على الخرايط بتاعة العاصمة في السلسلة بتاعة الفيديوهات الخاصة بالتصنيف المناطق فمبدئيا بالنسبة للتجاري احنا قلنا أن أسرع وأول حاجة بتتأجر هي المحلات الأرضي الوجهة وبيجي بعدها المحلات الأرضي اللي هي بتبقى موجودة من الداخل أو اللي بتكون في الأدوار المتكررة وده طبعا بيرجع حسب تميز موقع الوحدة وحسب الخدمات اللي بتكون متوفرة في الدور عشان طبعا يكون فيه ترافيك موجود أصلا في المكان وقلنا أن ده أصلا بيكون متوفر أكتر في المولات الشوبينج أو في الأبراج الضخمة اللي بتبقى على المحاور الرئيسية زي محور بنزايد الجنوبي والشمالي وكمان الاستريبات مول اللي بتبقى على المحاور ديت فده طبعا بيرجع هنا حسب طبيعة تصنيف النشاط اللي هيشتغل بعد كده فدي كده نقطة مهمة جدا بالنسبة لموضوع التجاري أما بالنسبة للوضع في الإداري فزي ما قلت لحضراتكم الوضع هنا بيبقى معتمد على العرض والطلب سواء على المنطقة اللي حضرتك شاري فيها وعلى حسب مواصفات تميز المشروع اللي حضرتك شاري فيه وطبعا هنا مفيش أميز من منطقة الحي المالي بالنسبة للإستثمار في القطاع الإداري وبالنسبة للقطاع التجاري كمان بالنسبة للمولات اللي هي أصاد الوزرات على طول فمعروف ان الحي المالي هو أول منطقة جاهزة للتشغيل الفعلي من دلوقتي في العاصمة وهنلاقي أن أغلب المشاريع اللي فيها اللي كانت بتتبعها من ثلاث سنين هي حاليا بتستلم دلوقتي وتشغيلها قريب جدا وأنا بتكلم عن الحي المالي تحديدا لأنه بيكون فيه مميزات كتيرة جدا طبعا مش موجودة في أي مكان تاني في العاصمة بتفيد من طبيعة الاستثمار والإيجارات بالنسبة للإداري فيعتبر الحي المالي هو المكان الوحيد اللي موجود فيه مباني إدارية متخصصة بالكامل وكمان هتلاقي فيه منطقة اسمها الحي الإداري في الداون تاون لذلك معروف أن الحي المالي هو أول مكان قابل للتشغيل والإيجارات من سنة فاتت في العاصمة وطبعا بالنسبة للمحلات الأرضي الوجهة اللي موجودة على الشارع اللي هو أقصاد الوزارات على طول اللي أنا بتكلم على حضراتكو عليها دي تعتبر محلات لقطة جدا فكل الناس طبعا بتدور عليها فطبيعي إنها تكون أول حاجة بتتأجر وبتشتغل في المشروع كله أما بالنسبة لتشغيل المكاتب وتشغيل الأدوار الإدارية فده طبعا بيعتمد على العرض والطلب سواء على المنطقة أو على حسب مستوى المشروع نفسه وإحنا هنا طبعا حددنا إن الحي المالي هو يعتبر أفضل مكان للاستثمار في القطاع الإداري على المدى القريب وطبعا لو خدنا مكتب في مشروع مميز ومع شركة كبيرة وليها ثبت أعمال في المشاريع الإدارية قبل كده مثلا بطبيعة الحال بتاحها طبعا إن دوت هيصرع من الإيجارات في أسرع وقت وارد جدا إن حضرتك تبقى وقت في أميز مشروع إداري مثلا في الحي المالي وشاري مكتب مميز جدا في الدور وفي الفيو بتاعه كمان بس برضو الإيجار بتاعه يتأخر شوية وده طبعا بيرجع لعوامل العرض والطلب عموما وإن كده كده العاصمة هتشتغل بشكل تدريجي يعني أكيد الطلب عليها السنة دي مش هيكون زي السنة اللي جاية أو اللي بعدها فطبيعي إن التشجيل والإيجارات بتتحسن بشكل تدريجي فوارد جدا مثلا إن حضرتك تلاقي نص الدور اللي انت شاري فيه متأجر والوحدة بتاعت حضرتك بتكون لسه متأجرش فاللي عايز أقوله إن الموضوع دوت بياخد شوية وقت طبعا ووارد جدا إن وحدتك برضو تتأجر بسرعة مجرد ما يتم التشجيل الرسمي للمشروع فالموضوع دوت يعتبر نسبي وكل شيء وارد طبعا بس المهم هنا إن حضرتك ما تعتمدش على مسألة إن يكون فيه عائد إيجاري هيجيلك بعد الاستلام على طول من تأجير المكتب بتاعك بحيث إن دوت مسلا يساعدك بعد كده في سادات جزء من اللقصات اللي عليك بعد الاستلام فالموضوع دوت طبعا مش أكيد تماما وطبيعي إنه بياخد وقت حسب طبيعة الطلب على الإيجارات وقتها هيكون شكله إيه وده طبعا بالمناسبة برضو اللي هيحدد طبيعة قيمة الإيجارات الواقعية في الحقي المالي مع بداية التشجيل وطبعا طبيعي إن الإيجارات ديت بعد كده بتزيد بشكل تدريجي بعد السنة التانية والسنة التالتة للتشجيل وعشان ده كله إحنا بنحاول نعمل اللي علينا إننا ناخد من البداية في منطقة مميزة هي أصلا بتخدم المشروع اللي حضرتك بتشتري فيه ومهم جدا التأني في اختيار المشروع واختيار الشركة المطورة واختيار الوحدة المميزة اللي تبقى باية نفسها بعد كده في الإيجارات وفي التشجيل وفي أعادة البيع وطبعا موضوع إن محارتك إزاي تختار الوحدة المميزة ده أنا كنت شرحته بالتفصيل في كذا حالة قبل كده عن الترتيب وعن الأولويات وعن المواصفات اللي اختار بناء عليها الوحدة المميزة في المشروع اللي هاشتري فيه وطبعا ممكن بعد ده كله برضو على اعتبار إن حضرتك اشتريت مكتب مميز جدا واخد فيه مميز وفي مشروع كويس ومع شركة كويسة يعني حضرتك فعليا مش تلي حاجة مميزة فعلا وممكن بعد ده كله المكتب بتاعك برضو مايتأجرش بسرعة وممكن حضرتك تخلص أقصات الوحدة بتاعتك بالكامل وبرضو وحدتك لسه ما تأجرش فالموضوع طبعا في الأول وفي الآخر هنا بيعتمد على العرض والطلب على الإيجارات وقتها في العاصمة فعموما بالنسبة للحي المالي تحديدا وخصوصا طبعا مع كترة المعروض من المكاتب الإدارية في الحي المالي لإني طبعا طبيعي إني أغلب المشاريع بتكون كلها بتسلم في وقت واحد فهتلاقي المعروض هيكون وقتها كتير مقارنة بالطلب وقتها فالموضوع دوت طبعا هيحتاج شوية وقت لحد ما حضرتك تقدر تأجر المكان بتاعك أو الوحدة بتاعتك وفعليا بالنسبة للإيجارات المكاتب دلوقتي في الحي المالي متوسط سعر متر الإيجار 500 جنيه للمتر طبعا مع اعتبار أن الأسعار ديت بتختلف بعد كده مع زيادة الطلب على الإيجارات مستقبليا في الحي المالي وطبعا الوضع ده برضو بينطبق على القطاع الطبي ومنفضل أن حضرتك تشتري في مبنى يكون متخصص طبي بالكامل أو أنك تشتري في مستشفى مثلا وأن يكون فيه شركة إدارة تكون طبية متخصصة في القطاع الطبي لأن ده طبعا كل الحاجات ديت هي اللي بتميزك بعد كده وبتساعدك على التشجيل وعلى الإيجارات بشكل عام في المشروع فطبعا معيار شركة الإدارة والتشجيل وإسمها وسقلها في السوق ده يعتبر في حد ذاته بينجح المشروع في التشجيل بعد كده ويعتبر برضو من أهم العوامل بتاعة نجاح المشروع بعد الاستلام وزيادة الطلب عليه في الإيجار وفي إعادة البيع كمان أما بالنسبة للاستثمار في القطاع الفندقي فأنا في توقعي الشخصي لو حضرتك أحسنت اختيار المشروع اللي بيكون متخصص ويكون متعاقل مع شركة إدارة فندقية معروفة وإسمها كبير في المجال دوت فده طبعا بيضمن لك تشجيل وإيجار وحدتك الفندقية وعلى فكرة في مشاريع فندقية بتبقى حطة بند في العائد بتاعها بين العائد اللي بيجيلك بعد الاستلام بيكون من التشجيل العام للفندق على مدار السنة حتى لو الوحدة بتاعت حضرتك ما تأجرتش فشركة الإدارة بتديلك نسبة من الأرباح حسب قيمة وحدتك وده طبعا من التشجيل العام للفندق والعائد دوت كمان بيكون بالدولار فطبعا دي بتبقى حاجة مميزة جدا وحضرتك على فكرة كمان مش هتلاقي الموضوع دوت ولا في التجاري ولا في الإدارة أو حتى في السكن بمعنى أن المشروع الفندقي اللي زي كده طبعا بيكون تشجيله أو إيجاره مضمون جدا وده طبعا بموجب العائد اللي حضرتك بتوقع عليه وهتلاقي كمان فيه شركات بتعافيك من الأقصاد بعد الاستلام على اعتبار أن الإيجار هيسدد القصة بعد التشجيل وده موجود في بعض المشاريع التجارية والفندقية في العاصمة أما بالنسبة لآخر حاجة وهي بقى الاستثمار في القطاع السكني بمعنى أن حضرتك تشتري شقة في كومباوند وتأجرها فهنا بطبيعة الحال فكرة أن أنت تأجر شقتك ديت بتعتمد على تسويقك للوحدة بتاعتك سواء بنفسك مثلا أو أن حضرتك مثلا بتعلن عنها في المواقع العقارية زي أوليكس أو عقار ماب مثلا أو بتأجرها من خلال شركة بروكر بتأجرها لك وبتاخد العمولة بتاعتها وأنا طبعا من وجهة نظري بالنسبة للمشاريع السكنية اللي هيكون لها قابلية للإيجار الأسرع هتكون الكومباوندات اللي بتسلم متشطبة فدي طبعا هتكون أسرع في السكن وفي الإيجارات طبعا وطبعا بخلاف مواصفات التميز التانية اللي دايما بتميز أي كومباوند عن غيرها من المشاريع التانية اللي كنت ذكرتها في الحلقة الثلاثة وعشرين من سلسطة المصايح ومعلومات عن العاصمة فهو بالنسبة للخلاصة لو حضرتك بتشتري عشان تأجر فأسرع وقته ممكن والإيجار دوة يساعدك بعد كده بقدر الإمكان في سادات جزء من اللقصات اللي عليك بعد الاستلام فهنا ركز على المحلات الأرضي الوجهة ولو هتشتري محل دور متكرر أو هتشتري مكتب أو عيادة أو شقة مثلا بغرض الاستثمار فأنا نصيحتي ليك ما تعتمدش على موضوع الإيجار بحيث أنه يسدد جزء من الأقصات اللي عليك بعد الاستلام لأنه ممكن حضرتك تخلص أقصتك كلها طول فترة السداد والوحدة أصلا لسه ما تأجرتش ولكن عاجلا أم عاجلا هتتأجر بس الموضوع دوت هنا طبعا بيتوقف حسب العرض والطلب على المشاريع المتاحة وقتها وطبعا معروف أن التجاري بيدي لك أعلى قيمة إيجارية بتتراوح من 10% ل20% سنويا من قيمة المحل اللي حضرتك شاريه وطبعا تفاوت نسبة الإيجار دي بترجع لعوامل كتيرة أنا كنت ذكرتها بالتفصيل في الحلقة 122 من سلسلة النصيح ومعلومات عن العاصمة وبالنسبة للإداري والطبي هتلاقي نسبة الإيجار متعارف عليها بتتراوح من 7% ل10% سنويا وبرضو من إجمال السعر السوقي للعقار بتاعك وطبعا السكني بيدي لك هنا أقل قيمة إيجارية بتكون متوسطة 5% سنويا وممكن بتبقى أكتر من كده طبعا بحاجة بسيطة بس المهم هنا أنها ما تقلش عن 5% من السعر السوقي للشقة بتاعة حضرتك في الوقت اللي حضرتك بتأجر فيه طبعا بالنسبة للعاصمة وارد جدا أن الإيجارات هتكون أقل من كده في البداية وبعد كده طبعا مع التشجيل والطلب على المشاريع والإيجارات هتبدأ طبعا أنها تتحسن بشكل تدريجي فده كده بس كان توضيح لكل العملة اللي بتشتري في العاصمة بغرض الاستثمار والتأجير فالموضوع ده طبعا مهم جدا فأنا حبيت أتكلم فيه لأن فيه عملة كتيرة بتبقى مش واغدة بالها من موضوع تأخير الإيجارات بعد الاستلام وعموما لو فيه أي حد مؤتمر أن هو يشتري أو يستثمر في العاصمة ممكن طبعا أن هو يتواصل معي من خلال رقم يظهر على الشاشة متاحة للواتساب أو فيه لينك موجود في أول الوصف وحضرتك مجرد أن تلغط عليه بيوصلك على طول على الواتساب الخاصبية طبعا أنا بصفتي استشاري عقاري متخصص في العاصمة من 2017 بعمل لحضرتك حصري كامل عن أهم العروض وأهم الفرص الاستثمارية اللي هي بتكون مناسبة لمتطلباتك مع شركات يكون موصوق التعامل معها وطبعا تكون في حدود الميزانية بتاعت حضرتك في الوقت اللي حضرتك هتكلمني فيه الخلمة دي عموما بتكون مجانية ومن غير أي رسوم وتشرفوني يا حضراتكم في أي وقت وشكرا جزيلا